بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في قناتكم كيو اتش اي لتعليم أحكام التجويد للقرآن الكريم باللغة العربية اليوم إن شاء الله هنكمل حاجة من أهم الأشياء اللي عندنا ألا وهي باب من أهم الأبواب في أحكاء في التجويد ألا وهو باب مخارج الحروف العربية تعالوا نشوف مع بعض مخارج الحروف العربية اتعرفنا عليها سابقا في المرة الماضية اتعرفنا على كيف تحدث الأصوات في الطبيعة وكيف تحدث في جهاز النطق الإنساني وبعدين اتعرفنا على المخارج عامة الرئيسة للحروف العربية هنرجع مرة تانية سريعا نتعرف على الأسماء بتاعتها ثم اليوم بإذن الله تعالى هنتعرف على التفاصيل بتاعة كل مخرج من هذه المخارج الرئيسة للحروف العربية تعالوا مع بعض نشوف عندي هنا المخارج الرئيسة للحروف العربية هي إجمالا إجمالا الفراغ الموجود في الحلق والفم وبنسميه الجوف عندي الحلق عندي اللسان عندي الشفتان وعندي الخيشون كل واحدة من دول بإذن الله تعالى هنشرحها بالتفصيل وهنبين مكانها وهنبين تفاصيلها وتقسمتها علشان نقدر نعرف بعد كده كيف تخرج الحروف وأماكن خروجها تحديدا لو فهمنا ده هنقدر نفهم مكان كل حرف بيخرج منين وعمل زي يوجد عندي مخرج واحد لثلاث أحرف الألف والوا والياء الماديتين دول موجودين فين؟ في الجوف اللي هو معروف أو تعريفه بالفراغ الموجود في الحلق والفم طيب تعالوا نشوف الكلام ده على الرسم عشان نفهمه أنا عندي هنا ده الفراغ في الفم وده الفراغ في الحلق مجموحهم مع بعض المجموع بتاحهم سويا محصلتهم مع بعضهم بيدوني الجوف بيدوني الجوف منطقة الجوف منطقة الجوف دي هي منطقة خلاء منطقة فاضية ما فيهاش زي ما قلنا المرة الفاتذ إنها مخرجها مقدر يعني مقدر؟ يعني عندي الحرف بيخرج من مكان فاضي ما فيش لسان بيخبط في مكان معين أو شفة بتخبط في شفة أو مكان محدد أقول خارج منه الحرف لا هو من فضة لذلك تسمى بالحروف الهوائية وتسمى بالحروف الفضائية وتسمى بالحروف المادية وتسمى بحروف الجوف كل الأسماء دي لحروف المد الثلاثة وحروف المد الثلاثة زي ما احنا عارفين عبارة عن ألف يسبقها فتحة أو واو يسبقها ضمة أو ياء يسبقها كسرة يعني بشكل كده عمي عشان نسهلها الأم وبنتها أو البنت وأمها الكسرة أمها الياء الفتحة أمها الألف الضمة أمها الورو دا عندي مكان خروج حروف المد الثلاثة وإحنا تكلمنا عنهم المرة اللي فاتت وقلنا إنهم بيخرجوا بشكل يسر وسهل وده مكان خروجهم بالضبط طيب تعالوا نشوف هنا تاني مخرج عندي ألا وهو مخرج الحلقة مخرج الحلقة به ثلاث مخارج لستة أحرف إيه هما المخارج وإيه هما الستة أحرف عندنا أول مخرج عندي الأحبال الصوتية المنطقة التاعته تسمى منطقة أقصى الحلق أقصى الحلق يعني أقصى أقصى يعني أبعد حاجة طيب أبعد حاجة من إيه أنا مقياسي من إيه مقياسي من الشفاء أنا بقيس من الشفاء بعيد ولا قريب من الشفاتين فلما يكون المخرج بعيد عن الشفاء بقول عليه أقصى أبعد حاجة ولما يكون قريب أقول أدنى في الوسط فعندي منطقة الأحبال الصوتية في أقص الحلق تمام؟ دي منطقة خروج الهمزة والهاء عندي بعد كده منطقة لسان المزمار دي بسميها وسط الحلق ودي منطقة خروج العين والحاء وبعدين عندي بعد كده منطقة أدنى الحلق اللي هو أقرب مكان من الشفتين دي منطقة جزر اللسان نفسها هي دي منطقة أدنى الحلق وبيخرج منها حرف العين والحاء كل الكلام ده هنشوفه بالتفصيل الله لما نبدأ ندرس كل حرف ومخرجه ونبدأ ندرس كل مخرج رئيسي لوحده نحن دلوقتي ناخد فكرة عمنا ثالث مخرج من المخرج الرئيسة عندي هو اللسان في عشر مخارج لثمانية عشر حرفاً عشر مخارج كتير من السبعتاشر مخرج وكم حرف؟ طمانتاشر حرف من التسعة وعشرين حرف يعني اللسان ده مهم جداً 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 إن أنا أعرف تفاصيله وإن أنا أحتفظ بالرسمة اللي إحنا هنجيبها قدامنا دي دلوقتي سواء في دماغي أو سواء أصورها واحتفظ بيها أو سواء أرسمها على ورقة واحتفظ بيها إحنا عاملين الرسمة رسمة مبسطة جداً هنوضح عليها التفاصيل بتاعة اللسان عشان نتخيل مع بعض في المستقبل ونعرف إزاي الحروف بتخرج تعالوا نبص مع بعض أول منطقة عندي هي منطقة جذر اللسان منطقة جذر اللسان هي منطقة أقصى الحلقة ولكن إحنا بننسبها للحلقة وما بننسبهاش يعني المنطقة دي لما بنجي نقول حروف بتخرج من هنا بننسب الحروف دي للحلقة وليس لللسان خلاص؟ طيب أدي أول منطقة عندي ثاني منطقة عندي هي منطقة أقصى اللسان أبعت حتة في الحلقة منين؟ من طرف اللسان أو من الشفتين وبعدين عندي وسط اللسان وبعدين عندي طرف اللسان وطرف اللسان عندي منه مستدق أو رأس اللسان اللي هو الطرف الخارجي خاص في بعض الناس بتطلق على طرف اللسان هنا الطرف العريض وهنا الطرف المستدق أو الرأس بشكل عام إحنا بنقول عليه طرف اللسان وبنقول هنا مستدق أو رأس اللسان تمام؟ ممتاز عندي إيه كمان؟ عندي حافة اللسان يعني الجنب الخارجي لللسان الجنب الخارجي لللسان ده بينقاسم عندي لإيه؟ بينقاسم عندي لأقصى الحفة أبعد حتة فيها وبينقاسم عندي لأدنى الحفة أقرب حتة فيها وبينقاسم عندي لمنتهى الحفة أخرها كده الرسمة إن شاء الله تكون واضحة قدامكم يريد تحتفظوا بيها أو تعملوا لها سكرينشوت أو ترسموها في ورقة وتضعوا عليها الأسماء مهمة جدا جدا رسمة اللسان هنحتاجها كتير في المستقبل وعمة بشكل عام في كل حصة من حصص اللسان إن شاء الله هتلقوني دايما بعرض عليكم الرسمة دي ووضح لكم ووضح لكم مكان الحرف قبل ما نبتدي وبعدين بنبتدي نشرح بالتفصيل بإذن الله قدر استطاعتي هسهل لكم الباب ده قدر استطاعتي بإذن الله تعالى ولو حد عنده أي أسئلة في أي وقت من فضلكم حطوها في التعليقات تحت وإن شاء الله نرد عليكم بإذن الله تعالى رد عليكم مباشرة تعالوا نشوف المنطقة الرابعة عندي من مناطق المخارج الرئيسة للهروف العربية هي منطقة الشفتان الشفتان اللي هي شفايف طيب فيهم إيه؟ فيهم مخرجان لأربعة أحرف شفايف آه صورة مفاش حاجة شفايف طيب المنطقة الخامسة عندي إيه؟ هي منطقة الخيشوم ومنطقة الخيشوم فيها مخرج واحد اللي هو مخرج الغنة إيه هي منطقة الخيشوم؟ المنطقة دي اللي هو التجويف الأنفي الفراغ اللي في الأنفي جوه تمام؟ كده إن شاء الله يكون الخمس مخارج الرئيسة وعندي واضحة طيب إيه تاني أنا محتاج أعرفه هنا محتاج أحط عدد المخارج عندي مجرد كصورة توضيحية عندي المخارج الرئيسة للحروف العربية عندي الجوف بيطلع منه مخرج واحد عندي الحلقة بيطلع منه ثلاث مخارج عندي اللسان قلنا أكتر مخارج منه عشر مخارج عندي الشفتان عنده مخرجين وعندي الخيشوم هو مخرج واحد إن شاء الله تكون النقط دي كانت واضحة بالنسبة لكم اليوم وما فيهاش صعوبة هنتكلم عن إيه النهاردة كمان هنوضح معلش الدرس النهاردة يبقى فيه شيء شوية من التفاصيل أو الشرح يعني تشريحي شوية في بعض الحاجات بس ضروري نعرف الكلام دي هناخد بعض الرسومات كده نوضح بيها المخارج دي عاملة ازاي أو تصنفها ازاي أو ممكن يكون جواها تفاصيل ايه كمان عندي هنا المنطقة دي قلنا الزرق أو الصفرة هنا هي تجويف الفم وتجويف الحلقة مع بعض بيسموا الجوف تمام؟ ممتاز عندي كمان ايه؟ عندي الخيشوم قلنا اللي هو التجويف الأنفي اللي هو الفراغ اللي في الأنفي من جوه عندي ايه كمان؟ عندي الشفتان عندي الأسنان وعندي اللسان وعندي الحلقة اللي هي منطقة كده بالعامية الزور وفقها شوية وتحتها شوية وعندي الحنك الأعلى الحنك الأعلى عندي عبارة عن هناخد تفاصيله أكتر بس بشكل عام هنا هو عبارة عن منطقة رخوة ومنطقة صلبة تمام؟ الحنك الرخ والحنك الصلب وهنشوف التفاصيل دي مع بعضينا طيب تعالوا نشوف عندنا هنا ايه؟ هنبص للأسنان عندي هنا عندي أول حاجة فيها اللفة كلنا عارفين اللفة وبعدين عندي مقدم الحنك الأعلى لو حطيت لسانك في الحنك الأعلى في سقف الفم من فوق خلينا نشرح بشكل عامي عشان الناس تقدر تفهم بسهولة لو حطيت لسانك كده في سقف بتاع الفم من فوق وحركته على المنطقة اللي فوق دي القبة اللي فوق في الفم دي هتلاقي أول منطقة بعد اللافة عندك هتقابلك هتحس بتجعيد أو تقعورات في المنطقة دي منطقة المجعدة دي هي منطقة الحنك الأعلى بياليها بعد كده الحنك العظمي الصلب ودي الحتة دي اللي هي بنسميها المنطقة الصلبة أو الحنك العظمي الصلب لو حطيت لسانك تاني ورجعته لورا شوية هتلاقي منطقة ملساء تمام؟ ونشفة ده الحنك العظمي الصلب بعد كده يجي عندي الحنك اللحم الرخ وده صعب إنك أنت توصل له بالسانك جدا ولكن هي منطقة بتكون رخوة مش صلبة بنفس الشكل بتاع الحنك العظمي ومعلومة كده على جنب زيادة مش ضروري قوي الاهتمام بيها لكن من باب العلم بالشيء الحنك الرخوي بيكون حوالي تلت الجزء الخلفي من الحنك وبيغطي رشاء مخاطي بيحتوي على ودد لعبية بتنتج المادة المخاطية علشان الفم يفضل فيه ترطيب ملوش أي إطار عظمي وبيتكون بالكامل من ألياف عضلية الحنك الرخوي وقاله وظيفة في الحروف مش تفاصيلاً طبعاً مش ضروري أبداً نعرف المعلومة اللي أنا قلتها دلوقتي لكن هي من باب يعني العلم بالشيء ليه أنا بعرف الكلام ده؟ لأنه هيفرق عندي في مخارج الحروف ممكن تعيدوا الفيديو أكتر من مرة ممكن تاخدوا سكرين شات ممكن ترسموه على ورقة وتضعوا عليه الحاجات دي هو مهم في الآخر أنتوا تحتفظوا بهذه الأفكار وعندكم كمان الكتاب موجود ومتاح على الأنترنت ويمكن شراءه وموجود له اللينك تحت الفيديو هتلاقوه لو حابين أنتوا تشتروا الكتاب في كل الصور وفي كل الشرح اللي أنا بشرحه ده متاح بإذن الله تعالى بين أيديكم طيب إحنا هنا وصلنا لإن إحنا شرحنا الحنك الأعلى عامل الزاد بشكل عام واللفة والحاجات دي كلها تعالوا نشوف عندنا إيه تاني أخر منطقة عندي هنا يا منطقة اللوها منطقة اللوها دي اللوها دي هي المنطقة الأخيرة خالص من الحنك الأعلى من جوه اللي هي لو أنت فتحت بققك كده وبصيت في المراية وفتحت بقق الجامد قوي وبدأت تقول آه هتلاقي حاجة بتتهز جوه كده في الآخر هي دي منطقة اللوها بلهاش داخل خالص عندنا في أي حاجة في الأحكام التجودية يعني ولكن إحنا بنوضح الرسبة بتاعتنا كاملة لكن هي لها وظيفة طبعا ربنا خلقها سبحانه وتعالى عشانها اللي هي تساعد على بلع الطعام إن شاء الله يكون كده لغاية كده الرسمة دي كمان واضحة لنا تعالوا نشوف الخطوة اللي بعدها والرسمة اللي بعدها دي رسمة توضيحية لإيه؟ للأسنان الأسنان مهمة في إيه؟ الأسنان مهمة جدا أكتر يعني مكانين هنقول عليهم محتاجين نعرفهم هما الأسنان واللسان تمام؟ فعندي أول حاجة هنا عندي رقم واحد واثنين السنتين اللي قدام دول دول بنسميهم الثناية وبعدين عندي تلاتة واربعة بسميهم الرابعيات جاية من كلمة أربعة يعني لو هعد واحد اتنين تلاتة أربعة فهما الأربعة اللي في الأمام وبعدين عندي الأنياب دول الاتنين اللي بعد الأربعة مباشرة اللي هما يعدلوا خمسة وستة وبعدين عندي الضواحك ودول اللي هما من أول عندي سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر إيه سبب تسميتهم بالضواحك؟ لأننا لو دحكت غالبا بيبان منهم جزء وبيسموهم عشان كده الضواحك للطواحن ودي الأدراس اللي بتطحن الطعام عشان تفتتوا قبل بلغوا وآخر حاجة عندي النواجذ أو اللي بنسميهم دروس دروس العقل ودول رقم خمستاشر وستاشر طيب هل أنا محتاج أعرف كل الأسنان دي؟ مبدئيا معلش خد كده فكرة عامة عشان لما نخش في الشرح تقدر تفهم خلينا نشوف صورة هنا فيها الأسنان فوق وتحت واضحة هي نفس الفكرة واحد واثنين سواء فوق أو تحتها الثناية ثلاثة واربعة سواء فوق أو تحتها الرابعيات خمسة وستة سواء فوق أو تحتها الأنياب من أول سبعة لغاية اتناشر سواء فوق أو تحتها الضواحك عندي الطواحن 14 و13 عندي آخر حاجة النواجذ اللي هي 15 و16 إن شاء الله تكون كده الصورة واضحة لنا مبدئيا مسهلة عليكم مش حطالكم أرقام كثيرة أنا بس حطالكم اللي هي من واحد اتنين واحد اتنين فوق أو تحت ثلاثة اربعة ثلاثة اربعة فوق أو تحت وهكذا إن شاء الله تكون سهلة واضحة لكم تعالوا نشوف الآخر حاجة عندي هنا المخارج الرئيسة للحروف العربية قلنا مخرج الجوف بيطلع من واحد الحلقة ثلاثة اللسان عشرة والشفتان اتنين والخيشوم واحد إن شاء الله المرة الجاية بقى هيكون شرحنا عن التفاصيل بتاعة كل مخرج من دول بعد ما أخدنا رسومات عامة وفكرة عامة عن المخارج دي بشكل عام المرة جاية نبتَدى نتكلم عن مخرج الجوف ونشوف الحروف بتاعته بتخرج إزاي وبعدين اللي بعدها إن شاء الله نتكلم عن مخرج الحلقة حرف حرف ومخرج مخرج اللي بعدها نتكلم عن اللسان حرف حرف ومخرج مخرج وهكذا إلى أن ننتهي بإذن الله تعالى عن مخارج الحروف كلها درس النهاردة شوية درس تشريحي أو درس ممل شوية لكن مهم إن إحنا نعرفه سواء بالاحتفاظ بالصور دوني بقى نرجع لها وقت ما نحتاج أو ناخد فكرة عامة عنها وإن شاء الله هنفتكرها وقت ما نحتاجها الدرس انتهى النهاردة الحمد لله رب العالمين أتمنى يكون عجبكم وشكراً على متابعتكم القناتنا لتعليم أحكام التجويد باللغة العربية القناة بالمناسبة عندها أصلاً هي أصلاً قناة بتعلم باللغة الإنجليزية ده الأصل التاحة ولكن زاد عليها الحمد لله رب العالمين لغة أندونيسية ولغة بنجلدشية وحالياً بنضف لها اللغة العربية ولله الحمد أرجو نشر القناة وربنا يتقبل منا جميعاً يا رب العالمين أشوفكم على خير لو في أي عندك تعليق يريد تغطوه في التعليق وإن شاء الله أرد عليكم جزاكم الله خيراً سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة